أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييك في اسم الرب يسوع المسيح السؤال الذي يطرح دائما كيف تبرهن لنا الرب يسوع المسيح له كل المجد البرهين على هوية وشخصية يسوع المسيح لا تعد ولا تحصى ولكن حتى قبل ما أبتدي بالبرهين عن يسوع دائما لازم يكون في إثبتات للدعوة للنبوة للشهادات أمام الجميع فمثلا موسى أتى بالشريعة والله كلم موسى في القديم وفعلا الله استخدم موسى بآيات وعجائب وليس فقط الآيات والعجائب ولكنها تصديق لدعوة وإرسالية الله لموسى فمثلا عندما واجه فرعون والمصريين القدماء حاول يثبت طبعا بالآيات فالرب جلب على مصر عشر ضربات كبيرة وآخر ضرب كانت القضاء على كل بكر في مصر ثم خرجوا بذراع شديدة وبعدين حدث ثاني هو شق البحر الأحمر أو بحر السوف وهذا كان أمام الجميع وهذه كانت آية عظيمة جدا ثم الناس شافت عمود نار وعمود سحاب عم بسير معهم خلال رحلتهم في البرية ثم شافوا كيف أن الله كان يبعث المن الخبز السماوي يوميا كل صباح معد يوم السب على مدار كل السنين حتى وصلوا إلى أرض كنعان وهكذا اللحم أيضا وشق الصخرة وطلعت مي بمعجزات ولكن ما يتميز به موسى أنه الله كلم على جبل سيناء وعطاه الشريعة الوصاية العشر والشرائع الأخرى وبناء خيمة الاجتماع والذبائح اللي أوصى بها الرب يسوع هذه الذبائح التي كانت تشير إلى ذبيحة يسوع العظمة ففي براهين قوية جدا فموسى يمثل الشريعة والشخصية الثانية اللي هو إليا يعتبر واحد من أعظم الشخصيات هو إليا النبي اللي بيمثل الأنبياء وتحدى كل المملكة وتحدى الملك والملكة وكل أنبياء البعل والعشتروت وفعلا صلى وأغلق السماء لمدة ثلاثة سنين وستة أشهر ثم صلى ورجع المطر وأيضا اتحدى أنبياء البعل وأنزل نار من السماء وهكذا معجزات خارقة ندل على شيء أنه كانت دعوته صادقة في موضوع النبوة ويمثل الأنبياء وهكذا أحباء كل شخص بيجي ولسيما نقول عنه مؤسس ديانة ما هي البرهين ما هي الأدلة وما هي الإثباتات على صدق دعوة الشخص أو الرسول أو النبي كما تدعي الناس فإذا نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع ابقوا معي سأواصل حديث بعد قليل ترجمة نانسي قنقر